يحاول الدكتور سمير جعجع والعماد ميشيل عون مصارعة ماضيهما لم يتفق الرجلان يوما إلا على الرفض وهو رفض فرض رئيس عليهما بعد انقضاء ولاية أمين الجميل وحلف ضرورة بحرب اختار عون خوضها في وجه السوريين وأرغم يوم ذاك جعجع على التحالف معه أية لأنه ممكن هون أخوك لبطله نحن أولا مع هالمبدأ كمبدأ كان بدنا طريقة ونحرر لبنان والسوريين وقته هلأ الحسابات عملت جلال عون هو وحده طيب صرنا أنه مزودة كين بالنس إذا مشينا مصيبة وإذا ما مشينا مصيبة لكن حلف الضرورة سرعان ما بدده طموح الرجلين إلى المكانة نفسها وكانت حرب الإلغاء الحاريس بلش بتحرش فينا بس أكيد غير صحيح يعني هاي وقايا غير صحيحة صار فيه تحوير وتشنيع كتير كبير بالوقايا بعد ذلك عام الحرب الإلغاء بكون أنا عام هيجي مزلوط ولا لا بعد مئات القتلى والاتهامات المتبادلة كان مصير عون مغادرة الوطن قصرا فيما كان مصير جعجع زنزانة تنتظره في تسوية اعتقد أنه سيكون جزءا منها بعد مرور نحو عقدين من الزمن وبعد عودة الرجلين إلى ساحة المعركة السياسية هذه المرة بقي تاريخ الرجلين يلاحقهما مانعا أي فرصة لتقاسم القضية معا ولأن الرجلين لا يلتقيان إلا حين يكون موقعهما في خطر ها هو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يعدان لحوار عربونه إسقاط الدعاوة القضائية بينهما باعتقد هي خطوة أولى بمسيرة الألف ميل كان مني الطبيعة أنه يتم إسقاط هذه الدعاوة المتبادلة من أجل إذا بدك خلق أرضية سابتة وحسنة تكون اللقاء على الأليل يحقق بعض أهدافه الظروف مختلفة، الزمن مختلف وأهداف هذا الحوار كمان مختلفة يعني ملنا أبدا بهذا الاتجاه ما عم يجتمعوا يتفقوا على رفض أي شيء بالعكس برجع أقول نحن نشوف مثلا أي أمور أو مواضيع فينا أنتفق عليها ممكن تكون بين البرلمانيين أو النواب على موضوع معين على ملف معين حتى اللقاء ما بين حزب الله والمستقبل هو خوف من الآتي كمان نحن خيفين على هذا البلد خيفين على الساحة اللبنانية ككل من الآتي خصوصا مع انفلية الوضع اليوم بمحيط لبنان يلي أكيد رح يأسر على الوضع الداخلي إذا ما قدرنا حصمناه من جوا ولأن عدوى الحوارات أصابت الزعيمين ولأن نار التسوية أطاحتهما يوما وكي لا يعاد التاريخ مرة أخرى يبدو أن الرجلين يعيدان الحسابات في عناد الماضي ملتزمين بشعار غاليا في الموافقة عليه قبل عقدين ونصف من الزمن في زمن التحولات احفظ رأسك